من الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة النهاردة هتنطلق فعاليات النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 وده الحدث الأكبر بقطاع البترول بمنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط النهاردة كمان بيت السنري هينظم ورشة عمل بجانية للأطفال تحت عنوان التشكيل بالورق وده هيكون الساعة 11 الصبح الورشة بتركز على تعليم الأطفال كيفية تحويل ورق لمجسم ثنائي أو ثلاثي الأبعاد ما يتقطع النهاردة عن مدينة ملاوي في المينيا من الساعة 10 الصبح والحد الساعة 1 الضهر وده لإجراء أعمال الصيانة اللي هتم فيه المحطة الرئيسية في قرية المعصرة بملاوي ورياضي النهاردة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هيستقنف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لخوض منافسات دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وهي لعب الأهلي مع الهلل السوداني يوم الجمعة اللي جاية في السودان الساعة 3 العصر موسيقى موسيقى